السلام عليكم ورحمة الله أكثر النخيل عرضة للسوسة هذه النخلة اللي على شكلة هذه النخلة وكربها والليف كلها نازل والماء على طول يعني على طول الماء يدخل داخل الليف وداخل الكرب شو سبب السوسة؟ السبب الرئيسي هذه الألياف طبعا مثل ما قلنا يخزن الماء خاصة إذا تحتى التنقيط فيبدأ يعني يتم الخرس والبلل والرطوبة تخزن هذه الأشياء وبالتالي على طول السوسة على طول إذا واحد كلام يعطيه ماء حتى إلا وبعد ثلاثة أيام خاصة في الأشتاء على طول السوسة يعني هذا أنا خليتك نموذج للشرح وأنا ما أعطي كلام ماي بعد التجربة والسوسة يعني خلاص أنا ما أعطي كلام ماي إذا واحد يعني يمشى على التعليمات ما في أي مشكلة مثلا في الأشتاء مثل ما قلنا عشرة أيام، ثلاثة يوم، زبوعين وفي الصيف نفس الشي خمس أيام على الأقل خمس أيام خلاص، هذه بإذن الله ما تهي السوسة لأن تتبس وتجف وهكذا يعني لو تلاحظون هذه نازلة لكن في الحلقة القادمة والآن إن شاء الله بنشرح عن بناء السندة للنخلة ولما تعطيها ماي أو تزقيها ماي يكون الماء في الأطراف وما يوصل لجذع النخلة والليف وما شابها ذلك وشكرا